موسيقى مساء الخير طبعا ابتداء مع بداية هذه الليلة تبدأ حالة عدم الاستقرار الجوي بالانحصار وبشكل تدريجي كان في نهار اليوم خلال ساعات نهار اليوم تواجد لسحب على ارتفاعات مختلفة في أغلب المناطق ايضا كان في تساقط لزخات متفرقة من الامطار وعلى الاخص كانت امطار رعدية في المناطق الشرقية من البلاد الان في العاصمة عمان اجواء غائمة بشكل جزئي درجة الحرارة المسجلة والملموسة هي 17 درجة مئوية الرطوبة مرتفعة كما نشاهد 79% سرعة الرياح 8 كم في الساعة وهذه الرياح جنوبية شرقية تبقى الاجواء باردة بشكل واضح في اغلب مناطق المملكة باردة بشكل طبعا اكثر في طبعا فوق المرتفعات الجبلية اكيد مناطق السهول الشرقية وايضا البادية الشرقية هذه الليلة طبعا تمتاز بتواجد الضباب بشكل كثيف في المناطق الشرقية سهول الشرقية ايضا عموما كما نشاهد اجواء ضبابية في اغلب المناطق لهذه الليلة ارجو اخذ الحيطة والحذر طبعا بسبب تدني مدروري الافقية طبعا بسبب تشكل الضباب بالنسبة لدرجات الحرارة طبعا تتراجع الحرارة في العاصمة عمان هذه الليلة لتستقر عند 12 درجة مئوية مدينة القدس 13 درجة مئوية بالنسبة ليوم الغد هناك ارتفاع بسيط على درجات الحرارة ولكن تبقى درجات الحرارة اقل من المعدلات السنوية تقريبا من درجتين الى 3 درجات مئوية انحسار بشكل تدريجي لحالة عدم الاستقرار الجوي ظهور لصحب متفرقة كما نشاهد درجات الحرارة المتوقعة ان تسجل غدا في العاصمة عمانية 21 درجة مئوية مدينة القدس غدا ترتفع الى 20 درجة مئوية عموما اجواء خريفية لطيفة استعراض سريع لدرجات الحرارة ان كان الدنيا لهذه الليلة او العظمى اليوم الغد المفرق 22 اربل 23 رأس منيف من 9 الى 19 عجلون 23 جرش 23 وزرقاء 13 الى 23 درجة مئوية وتواجد لصحب كما نشاهد سوالح 19 23 في الصلط لفحص 22 درجة مرج الحمام 20 غرب عمان 20 شرق عمان 21 دير علا ترتفع الى 30 درجة البحر الميت هذه الليلة 25 درجة مئوية غدا ترتفع الى 32 في مادبة 22 منطقة مطار الملكة الدولي 8 درجات هذه الليلة وغدا 22 درجة مئوية الكرك 19 واد الموجب 27 الطفيلة من 7 الى 20 درجة الرشادية 17 غور الصافي 31 الشوبك 19 رأس النقب 19 البتراء 21 معان 7 الى 20 الليلة في العقبة 14 غدا ترتفع الى 29 درجة مئوية البحر هادئ على فكرة ليوم الغد الجفر 23 الأزرق 23 درجة مئوية الصفاوي من 9 الى 21 الرويشد من 9 الى 20 درجة مئوية فقط أذكر بأن غدا صباحا طبعا هي فرصة لتشكل الضباب أيضا خلال ساعات الصباح وأرجو الانتباه أيضا من هذا إذن هذه الليلة أجواء ضبابية بشكل عام وطبعا مائل البرودة بشكل واضح غدا أقل من المعدلات بقليل رغم ارتفاع بسيط على درجات الحرارة وإن شاء الله خلال يومين القادمين هناك يعني نستطيع أن نقول أن هناك استقرار على الحالة الجوية وإن شاء الله أجواء صافية بشكل عام يوم الثلاثاء تسجل في العاصمة عمان 23 درجة مئوية أشكر حسن المتابعة والعودة إلى الزميلة لنا اشتركوا في القناة